خلينا كمان نتكلم وخبر اعتقد برضو مهمة ومتكلم من اول الموسم وجماهير النادي الاهلي زي من حضراتكم اكيد متابعين بتتكلم ان هما عايزين مهاجم وفعلا ده اللي حصل يمكن بالامس واسمعنا هذا الخبر اتعاقد مع النادي الاهلي مع مهاجم كبير جدا وكان ليه طبعا تاريخ كبير جدا وبيتقال عنه ان هو فعلا مهاجب من تراز مختلف يعني ده مع الوقت طبعا اللي خلينا نقول برضو دقت البطولات الكتيرة نتكلم برضو انتوني مودست اللي يمكن لحد دلوقتي مش هنقول ان هو صفقة ابدا ابدا غير موفقة لكن انتوني مودست يمكن من اللعيبة اللي جات عن نادي الاهلي وده على مدارع الفكرة اجيال كتيرة جدا ما بتكونش او ما بتقدرش نهاية تتقلق فيه فترات سريعة او فترات قليلة بتاخد وقت وشوفنا ده كتير جدا مع صفقات قبل كده فاعتقد ده اللي خلى مجلس ادارة الاهلي دلوقتي نتكلم كمان في اول اسبوع من الانتقلات الشتوية ان هو يضم مهاجم تاني مع بداية فترة الاعداد الجديدة حيبقى معالم اذن الله وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني الكبير واللي كل تاريخه برضو بيقول ان ده ان شاء الله حيكون مهاجم كبير جدا يليق ان هو يكون اسمه موجود وسط كتيبة النادي الاهلي فبالتوفيق ان شاء الله واعتقد ان برضو النادي الاهلي في الاول وفي الاخر ومجلس الادارة عارف الاحتياجات للفريق وعارف كبان الجماهير بحتاجة ايه وعايزة ايه وهو بيحاول وبيسعى دايما ان هو حقق كل التموحات دي فبالتوفيق ان شاء الله عايزين لو احنا منتكلم عن موسم فات حققنا فيه خمس بطولات ان شاء الله السنة اللي جاية كمان نقدر نحقق اكتر والسنة دي نقدر نحقق اكتر بكتير لان ده تاني اللي حنقول عليه ينتظر ويستحقه النادي الاهلي اكيد من مجلس الادارة ومن يعني خلال نقول الفريق ومن كل من هو مرتبط اسمه بالنادي الاهلي فبالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله خير وبإذن الله تكون اضافة يعني ترضي وتسعد جماهير النادي الاهلي اللي هي كمان كانت بقالها فترة طويلة بتطالب بهذا الامر لاتمناله اكيد كل النجاح وكل التوفيق تعالوا بقى نرجع مرة تانية للمتخب عايزين برضو نعرف حضراتكم ان النهاردة بعتت منتخب مصر الاول لكرز القدم هتسافر ان شاء الله وتغادر القاهرة للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية عشرين اربعة وعشرين اللي بتستضيفها كود فور وحتنطلق يوم 13 يناير اول ماتش عندنا هيكون يوم الحد الجاي ان شاء الله وده مزنبيق طبعا منتخب مصر بشكل عام برضو ندي لحضراتكم فكرة هو في المجموعة التانية اللي بتضم مزنبيق وغانا وكاب فردي وبمناسبة مباراتنا الاولى لازم نقف عند تفصيلة كده يعني يتوقف عندها الحقيقة وكلام فيها يكون في السياق تاريخي حبتين يعني مباراتنا الاولى هتكون مع مزنبيق تعالوا بقى نتكلم عن تاريخ مواجهة المنتخبين واللقطة دي بتهيألي ممكن كتير مننا يعتبر ان هي شكل من اشكال الفال الحسن فال خير لانه سبق وتواجد منتخب مزنبيق مع مصر فيه دور المجموعات في تلت مناسبات مختلفة انتهت التلت مناسبات بنهايات سعيدة افريقيا سنة 86 تواجد منتخب مصر مع السنغال وكودفوار ومزنبيق في مجموعة واحدة تمكن الفراعنة من الفوز بثنائية نظيفة طبعا في ذلك الوقت ومن ثم تحقق اللقب في النهاية دي المرة الاولى المرة التانية كانت في كأس امم افريقيا سنة 98 وبرضو كان منتخب مصر في نفس المجموعة اللي بتضم مزنبيق بالاضافة طبعا للمجرب وزنبيا تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز بنفس النتيجة 2-0 وبرضو من ثم تحقق اللقب لينا المرة التالتة كانت في كأس امم افريقيا سنة 2010 وفي صدفة فريدة من نحة برضو وقع المنتخب المصري في نفس المجموعة اللي بتضم مزنبيق إلى جانب نيجيريا وبنين نجح الفراعنة في انهم يفوزوا على مزنبيق بنفس النتيجة 2-0 ومن ثم حققوا اللقب يعني المرة دي بقى ان شاء الله هي المرة الرابعة اللي طبعا يعني وقعين فيها احنا مع مزنبيق في نفس المجموعة وان شاء الله يكون فعلا فال حلو وده بقى التفصيلة دي اسعدت كتير من جماهير الكرة القدم المصرية الطامحة في تحقيق اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة واللي كتير جدا منهم زي ما بقول لحضراتكم اعتبروا ان التفصيلة دي فعل حلو ولعله خير فعلا لعله خير لعله خير